بإذن الله طيب عايزين بس ننوّل حاجة مهمة جدا يا كابتن هاني طب دال إن احنا هنا بنشتغل إعلام وما ينفعش وإحنا بنشتغل إعلام خاصة في قناة أو في مؤسسة كبيرة زي قناة النادي الأهلي إن احنا ننجرف لبعض الأخبار أو أي كلام عن أي تكهونات رددها لبعض الفترة اللي فاتت إحنا هنا لما بنطلع نتكلم بننتكلمش غير بالبيانات الرسمية اللي قصدنا حتى لو أنت عندك معلومة حتى لو مين سمن من الناس عنده معلومة ما ينفعش وده اللي احنا عارفينه من زمان وده اللي احنا بنردده كل شوية وبنفكر دايما الناس بيه هنفضل نفكر دايما الناس بيه دايما القرارة بتجي من مجلس إدارة وفي محجز رسم لازم نكون ملتزمين بيها الكلام عن فيلر الفترة اللي فاتت عن حتى بعض الأسماء اللي ترددت الفترة اللي فاتت ما كانش ينفع إن احنا ننجرف ليها ونتكلم عن أي أسماء وخلاص فإحنا النهاردة ملتزمين بأي بيان بيطلع من مجلس إدارة النادي الأهلي هو ده البيانات اللي بتبقى صح كلكم تابعتم القرارين هم قرارين طالع من مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة فيه اجتماع مهم كان لمجلس إدارة قناة النادي الأهلي النهاردة فيه قرارين مهمين جدا أولا قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم الخميس الموافق 11-2020 برئاسة الكابتن محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنصيق مع المشرف العام على الكرة والتي تضمنت ما يلي واحد إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد ريني فييلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوب التحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة القادمة اتنين التعاقد مع السيد بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الغد الجمعة الموافق اتنين عشر عشرين عشرين ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحل الأداء كما ينضم للجهاز الكابتن سامي أمصان مدرب مساعد والبلجيكي ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى واللدان تم الإبقاء على همى واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة القرارين دول قلناهم زي ما جنب الزبط يمكن معظم الناس تبعت النهاردة البيان الرسمي ده الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي كان لازم نقرأه على السادة المشاهدين نصا علشان هي دي المعلومات الصحيحة